أريد أن ألفت النظر من خلال رسالتي هذه إلى المخاطر التي تتعرض لها بالذات السجون ومراكز احتجاز المهاجرين ميليشيا الحوثي تناور مجدداً في ملف الأسرة على خلفية الضغوط الدولية الهائلة للإفراج عن الأسرة والمعتقلين في سجون الأطراف المتحاربة تفادياً لجائحة كورونا أبدت ميليشيا الحوثي استعدادها المفاجئ للبدء في عملية تبادل الأسرة مع القوات الحكومية والتحالف بإشراف أممي جاء ذلك في تغريدة لرئيس ما تسمى اللجنة الثورية للميليشيا محمد علي الحوثي والتي أكد فيها جهوزية جامعته للبدء في تبادل الأسرة تأسيساً على ما تم الاتفاق عليه قبل شهر في العاصمة الأردنية عمان برعاية أممية وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات حول الأسرة والتي عقدت برعاية أممية في العاصمة الأردنية عمان قد توصلت إلى إطلاق متبادل لنحو 1420 أسيراً ومعتقلاً وسط تبادل للاتهامات بشأن الطرف المتسبب في تأجيل ما تم الاتفاق عليه طيلة هذه الفترة استعدادات ميليشيا الحوثي تأتي وسط اتهامات تنحي على الدوام باللائمة على الطرف الآخر الذي تمثله الحكومة الشرعية والتحالف المساند لها وهذه المرة فيما يخص المسؤولية عن أي تفاقم صحي بسبب عدم الاستجابة للإفراج عن المعتقلين كما جاء في تغريدة الحوثي تزامن التغريدات القيادية الحوثي هذه مع بيان بثه إعلام الميليشيا بشأن إفراج النيابة العامة بمحافظة الحديدة الخاضعة للميليشيا عن 406 سجينا قضوا ثلاثة أربع مدة الحبس في القضايا الجسيمة ونصف المدة في غير الجسيمة في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا لكن هذه الخطوة جرت تحقق من عدم مصداقيتها حتى الآن بناء على مصادر في مدينة الحديدة أبلغت قناة بلقيس بأنه لم يتم الإفراج حتى الآن عن أي من هؤلاء السجناء لم يصدر أي رد فعلا من جانب السلطة الشرعية بشأن أحدث المناورات من جانب الحوثيين في هذا الملف الإنساني الذي يتسبب في تفاقم المعاناة لدى آلاف العائلات اليمني المكلومة بهذه الحرب رابطة أمهات المعتقلين رصدت 270 سجنا تابعا للحوثيين يجري فيها اعتقال الآلاف على ذمة اتهامات ذات طابع سياسي منذ الانقلاب الذي نفذته الجماعة في 21 سبتمبر 2014 على نحو ان تتكرس معه الميليشية باعتبارها الطرف الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان في اليمن موسيقى موسيقى موسيقى